النقد الادنى او النقد النصي المقصود بيه تحقيق النص ودراسة النص ودراسة مخطوطات الكتاب للوصول الى اقدم واصح وافضل شكل للنص لما باجى اقول ان النقد النصي او النقد الادنى اتطبق على الكتاب المقدس ده معناه ان النسخ الاصلية للكتاب مفقودة وان حصل تحريف اثناء نسخ النص وانتقاله تاريخيا النسخ الاصلية قلنا ان المقصود بيها النسخ اللي بخط يد كتبت الاصفار او بخط يد مؤلف السفر نفسه لو قلنا ان نبي من انبياء بني اسرائيل كتب السفر الفلاني يبقى النسخة اللي بخط ايد النبي هي دي النسخة الاصلية طب النسخة دي مش موجودة وبعدين الكتاب اتعمل منه نسخ كتيرة عن طريق النسخ اليدوي لكن بسبب النسخ اليدوي وبسبب تحريف متعمد النسخ اللي ما بين ايدنا دلوقتي مليان اختلافات هذه الاختلافات دليل على التحريف فبسبب ان الكتاب اصلا معيب معيب في ان النسخة الاصلية مفقودة معيب في ان حصل تحريف اثناء نسخ النص وانتقاله تاريخيا سواء كان التحريف كان بقصد او من غير قصد المهم ان حصل تحريف في الاخر فبسبب ان الكتاب معيب اضطريت ان انا اطبق عليه النقد النصي اللي هو فرع من فروع النقد الكتابي يبقى بالتالي المسيحي لما نقوله النقد النصي بيقول كذا وكذا وكذا ما يقوليش لا ده انت اصدق تطلع ان الكتاب محرف لا هو اكتبك اصلا محرف واكتبك اصلا معيب علشان كده انت غصب عنك اضطريت ان انت تلجأ للنص للنقد النصي علشان خاطر تدرس هذه المخطوطات اللي مليانة تحريفات ومليانة اختلافات علشان تطلع اقدم وافضل واصح شكل للنص